فإذا أحبائي كيف انفتحت عيناك يسوع المسيح هو الذي يستطيع أن يفتح عيون العمي لاحظ ردة الفعل في يحنى 12 آية 37 ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب إشعياء 53 لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضا في إشعياء إصحاح 6 طبعا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه شو كانت المشكلة الكبيرة المشكلة القديمة المشكلة الحديثة أحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة وهنا يقول يسوع المسيح لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله فالنبي الكاذب هو الذي يمجد نفسه وهو الذي ما عنده أي فعل ولا تأثير ولا فعلية ولا ثمر ولا معجز ولا ما شابه النبي الكذاب هو الذي دائما يهتم بنفسه إشباع رغباته من نساء ومن خيرات ومن السبي ومن الجواري ومن يعني بيكمل هذه صفات النبي الكذاب لكن هون أحبائي كان يصنع خير يجول يصنع خير ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس فإذا انفتحت عني وهذا مهم جدا أحبائي لأن هذا اندل على شيء بدل على طبيعة وهوية يسوع المسيح وعلى إرسالية يسوع المسيح وعلى رسالة يسوع المسيح لأنه هو نور العالم في يحنى 8 آية 12 أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فالمسيح أحبائي نور العالم هو النور الحقيقي هو نور للأمم فإذا المسيح نور العالم لم يتكلم بآية مجرد الكلام ولكن كان يفعل ما يقول وهذه طبعا صفات الشخص الحقيقي في يحنى 6 خمشة وثلاثين قال أنا هو خبز الحياة لكنه أشبع الآلاف وهنا في يحنى 8 قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي في يحنى إصحاح دعش قال أنا هو القيامة والحياة أقام ألي عازر من بين الأموات بل أقام يسوع نفسه من الموت في مصداقية لرسالة وإرسالية يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر